طبعاً رجعنا لكم مشاهدينا من عقب هذا الفاصل للمبدعين والموهوبين وقصص النجاح جزء من برنامجنا طبعاً هناك الكثير من قصص النجاح يا زينب لا بد أن نحن نذكرها في برنامجنا خاصة العديد من الشباب الإماراتين اللي توجهوا لتأسيس بعض الأشياء مثل المتاحف الخاصة بتراثنا الإماراتي موروثنا الثقافي سمير لهذا مشاهدينا خلنا نرحب معاكم وضيفنا في الستيديو الأستاذ أحمد المطوع مؤسس متحف ذكريات الإمارات صباح الخير صباح الورد وصباح النور والسرور صباحك الله الخير أحمد بداية نحدثنا عن الهدف الرئيسي من تأسيسك لمتحف ذكريات الإمارات أوجه في البداية أنا حابة أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة ونشكر قناة البجيرة كذلك الهدف من تأسيس المتحف هو أن نحن نسرد للأجيال هذه والأجيال المستقبل قصص ذكريات دولة الإمارات اليوم دولة الإمارات عندها الكثير من الذكريات اللي حصرت في الماضي اللي نحن نتغيب يمكن عنه يمكن الجيل الحالي ممكن ما يعرفون عنها من الأشياء اللي كانت تستعمل من جانب العملات والقصص اللي تسردها طوابع وغيره فهدف من تأسيس المتحف هو أن نحن نسرد هذه الذكريات بطريق مبتكرة بحيث أن توصل للأجيال هذه بشكل طيب يعني أعطيك الفعافي أحمد طبعا أنا لا بد أن أذكر طبعا المشاهدين بأن أحمد هو زميل دراسة من أيام الثانوية وصديق الطفولة مثل ما يقولون أنا فخور فيك أحمد جدا اليوم بأنك أنت وصلت لهذه المرحلة لكن أحمد أنا أبيك تعرف أيضا المشاهدين من وين استوحيت هذه الفكرة فكرة متحف الإمارات من وين بديت البداية وين كانت في أي مرحلة عمرية بالضبط نحن موسحين الفكرة نحن خلقنا الفكرة لأن الفكرة المتحف هي حلم طفولة كان بالنسبة لي أنا وهذه الهواية بدأت من عمره ست سنوات بعد ما سفرت لأول مرة كنت أتسأل أن ليش العملات اللي في الدولة اللي سافرت تختلف عن عملات دولتنا فمن هنا بدأت هذا الهواية تجميع العملات ومن ثم بدأت في القوابة ومن ثم بدأت في العملات الإماراتية إلينا اليوم صار عندي الكليكشن اللي من سنة 1780 ينين لإصدار الحالي من العملات اللي كانت تستعمل في دولة الإمارات فالبداية كانت من هنا والحمد لله أنه كان عندي طموح من يوم أنا صغير أن أسس لي متحف فاللهم لك الحمد تحقق هذا الطموح الحمد لله المتحف نحن نتقسم ثلاث أخصاتهم رئيسية القسم الأول اللي هي العملات اللي كانت تستعمل في دولة الإمارات القسم الثاني المقتنيات القديمة اللي كانت كذلك تستعمل في دولة الإمارات القسم الثالث قسم خاص بالفضاء التسرد الطوابع كذلك هناك قسم آخر اللي هي قسم الفن اللي تسرد مثلا العملات الإماراتية بطريقة فنية وفيها علامات الأمنية اللي مشاركة من الأخت فرح عبدالهادي اللي كانت مشاركة إياه في المتحف فأهم القطع مثلا من العملات مثلا مثلا أريال الفرنسي تسلسل بالربيات الهندية اللي كانت تستعمل في الإمارات ولكن من أهم القطع والأقربها لقلبي هي عملة اسمها مرضو في القواسم هذه العملة كانت تستعمل في الأراضي اللي تحكمها القواسم من سنة 1830 لين 1834 وتعتبر جدا نادرة لسببين رئيسيين السبب الأول أن محدودية البقاء الجغرافية اللي كانت تستعمل في الأراضي اللي تحكمها القواسم فقط يعني رأس الخيمة وشارجة وكلبة ودبة وخورة كان والسبب الثاني الفترة الزمنية البسيطة اللي كانت تستعمل في هذه العملة فهذا السبب هي عملة نادرة تعتبر طبعا أحمد أنت استخدمت في هذا المتحف الدمج الذكي خبرنا عن هذا الدمج وكيف موضوعه طبعا النقطة هذه أنا كنت ألاحظ أننا عندنا الكثير من متاحف الدولة ولكن كنت أفكر أن إذا أنا أريد أن أشأ لي شيء كيف أكون شيء جديد ومبتكر فشفت شو المكانيات اللي ممكن اللي أقدر أن أستثمرها في نفسي في المتحف هذا فشفت أن أنا مهتم في مجال التكنولوجيا مجال التاريخ وأحب مجال الفني فقدمت هذه الثلاث مجالات وطلعنا بفكرة متحف أحمد المطوع ذكرية الإمارات اللي أسردنا من خلال القصص وذكريات الإمارات بطريقة فنية ودمجنا فيها بجانب التكنولوجيا كذلك صحيح أحمد يعني دراستك أو التخصص الهندسة وبعدك ما شاء الله قاعد تكمل كيف ربط هذا الشيء؟ كيف وادك التخصص وإنشاء هذا المتحف؟ والله إلا ما أنا التخصص شيء وحياة الجمعية شيء وحياتي المهنية والأشياء اللي سوية شيء ثاني فأنا ما أربط وادم بينهم لأن هذه نقطة وهذه نقطة أخرى فأنا ما أربط وادم بينهم ولا أن كان هناك ترابط بينهم يعني ما دخلت التخصص الجامعي مثلا في إنشاءك لهذا المتحف؟ حتى الآن لا رغم التقنية الذكية التي تستخدمها صحيح؟ نعم حتى الآن لا ولكن إن شاء الله في المستقبل بعد ما نتخصص أكثر في المجال إن شاء الله رح تكون في استفادة من قبل التخصص إن شاء الله أحمد طبعا خبرني عن نوعية المستندات والأوراق اللي موجودة عندك فيها المتحف طبعا من ضمن الأقصام الموجودة في المتحف كانت في قسم اللي هي للفضاء واللي تتكلم عن طوابع اللي تسرى تخصص الفضاء من ضمن الأشياء كانت مستندات رسمية من قبل الحكومات في الدولة قبل الاتحاد تتكلم عن الفضاء تتكلم عن اصدار طوابع تخص من جاء الفضاء فهذا يدل أن هناك كانت الرؤية موجودة ولكن الإمكانيات ما كانت موجودة في الدولة رغم أنه تم اصدارها قبل الاتحاد يعني قبل ما نحن نتحد ونحن وصلنا للفضاء بعد خمسين سنة من الاتحاد تقريبا وهذا يدل أنه كانت الرؤية موجودة ولكن الإمكانيات ما كانت متوفرة فخلال الخمسين سنة هذه نحن نستثمارها في الإمكانيات إليه ما صار الحل مواقع صحيح لكن أحمد بما أنك ذكرت الرؤية وأيضا عام الخمسين كيف هذا المتحف ممكن يجسد رؤية دولة الإمارات والله أنا بوجهة نظري أنه يجسد رؤية دولة الإمارات بشيء رئيسي أنه قاعد يخدم الدولة بشيء جديد أول شيء بفكرة جديدة والشيء الآخر أن يعرف الأجيال بتاريخ ذكريات الإمارات صحيح أحمد خبرنا عن مراحل تطوير هذا المتحف شو رؤيتك لهذا المتحف وين تبي تواصله؟ أنا والله رأيتي نحن نشوف نحن نحن متحف مأقت كان في مدينة خرقان بدعم من محد الشارجة للتراف نعم رأيتي وهدفي أنه يكون هناك متحف دايم بس متحف أحمد مطوئي ذكريات الإمارات وإن شاء الله نحن نشغالين على هذا الشيء وردي حين ولكن إن شاء الله هنا قريباً راح يرى النور وإن شاء الله راح تكون من أول مدعوين كذلك إن شاء الله أحمد يمكن بعض الشباب لما يسمعون كلمة متحف يحسون أنه شيء كبير ويقولوا أكيد هذا الشاب واجه بعض التحديات في البداية أو الأشياء كيف فعلاً جمعتها عشان توصل لهذه الصورة الجميلة شو هي التحديات أحمد اللي واجهتك وحسيت إنها فيها شوية صعوبة أنا التحديات ما راح تكلم عن التحديات في إن شاء المتحف بل راح تكلم عن التحديات اللي في تجميع القطع إن أغرب القطع الموجودة نادرة فأنا كيف تتقتني مثل هذا القطع هذا تحدي كبير يعني فهذه من التحديات اللي واجهتنا نحن في إن شاء المتحف طبعاً أحمد مثل ما نحن نعرف أن المتاحف لها بروتوكولات خاصة وأيضاً حتى لتوثيق المستندات أو لتجميع العملات أو أين كانت المقتنيات لها طرق خاصة فكيف أحمد أنت بديت تتعلم هذه الأمور كيف بديت أنك أنت ترسم هذه الصورة اللي طلعت للناس بهذه الطريقة الجميلة والرائعة جميلة نحن نتعلمنا يعني اللمانة نحن يعني يعني من دخلنا هذا الهواية كنا دخلين بسنة صغيرة جداً يوم دخلت هذا المجال كنت أنا تقريباً في عمر أصغر شخص من عيالي اللي موجودين ويايا كانوا فكانوا يعتبروني شراط ولدهم وكانوا يدعموني بشكل جداً كبير بكل ما يملكونه من ضاقة يدعموني في أي وقت أقدر أسألهم أي وقت أقدر مثلاً عندي سؤال أفكسار أبغي أشتري هالقطعة هذه مثلاً شي سعرها أو غيرها الموضوع هذا بحر وحتى التخصص بحر كبير هو صدق بحر كبير مثل ما تقول أخوي ولكن أنت كيف تعرف المصادر الرئيسية للمعلومة هذه هذا بحد ذاتك كذلك تحدي آخر يعني ومن ثم بديت أقرأ الكتب اللي تخصمتها عن العملات عن الطوابع بشكل بسيط عن التاريخ لازم تكون عند خليفية عن التاريخ فهذه كلها أمور مترابطة يعني في بعضها البعض فعلاً يعني قبل ما تنشئ المتحف كونت صورة كاملة عني أحمد لكن أحمد الأشخاص من أفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين حابين يزور المتحف هل هناك أوقات معينة لزيارة المتحف ولا ممكن يشوفون المتحف عبر مواقع التواصل إن شاء الله نحن بعد ما نفتح إن شاء الله المتحف الدايم رح نعلن عن هذه الأمور يعني رح يكون في افتتاح رسمي إن شاء الله رح نعم رح يكون في افتتاح رسمي للمتحف الدايم إن شاء الله ويبقى مفتوحها للجميع إن شاء الله زين ذكرت بأن مرضوف القواسم هي من أحب العملات أو المقتنيات لأحمد المطوع لكن خبرنا عن كنوز الأخرى القريبة لأحمد المطوع في هذا المتحف والله هي الكنوز اللي في المتحف أنا ما أعتبره كنوز عملاته أو كنوز أشياء كثير من أن أعتبره كنوز معلومات اليوم المتحف يضمن الكثير من المعلومات التاريخية اللي تسرد ذكرات اللي موارات مثل ما نقول فلهذا السبب أن هاي اللي يعتبرها الكنز الحقيقي كنز المعلومات أحمد يعني هذه الأشياء تراثية ونس ما أنت قلت في بعض الأشياء كانت قبل قيام الاتحاد يعني قبل عام 2-70 شو الأشياء اللي تعلمتها خاصة أنك من الجيل الديد أنا يعني اللي تعلمت أنا يعني حين عمري عشرين سنة فالأشياء المقتنات اللي عندي عمرها تقريباً أكثر من مئتين وشي سنة فأنا قاعد يعني عرفت التاريخ اللي صار في دولة الإمارات في عمر أكثر من مئتين وشي سنة فهذا قاعد يطابرني وقاعد يفتح أفاقي لأشياء جديدة وأن أكتسب معلومات جديدة كذلك في هذا الشي أكيد أحمد طبعاً المواهب عديدة وكثيرة والشباب طبعاً طموحين وشغوفين في هذه الأيام ونلاحظ كل من الشباب يتفرد في مجال تميز آخر الشباب اللي يواجه مصاعب اللي يواجه يعني مثل ما تتقول ما عنده حد يدعمه شو تنصحه؟ كيف الشجعة؟ شو النصاح اللي يوجهها اليوم أحمد نطوع للشباب المبدعين مثلك؟ أنا رسالة اللي يوجه للشباب بدون أذكر هذا الشي أنه اللي تقارن نفسك أو شيء بحد عشان ما تحطمه وغيره والشيء الآخر أنه استثمر في الشيء اللي أنت تشوف نفسك مبدع فيه يعني اليوم أنا مبدع يمكن في شيء أو أحب مجال مطبع الكثيرين يحبونه فاعلان فاستثمرت أنا فيه فاللي أبغي أقول لك أنه استثمر في المجال اللي أنت تحبه واستمر في المجال اللي أنت تحبه مو بشرط الشيء يكون مثلا ترند مثلا عند الناس أو شيء يكون معروف لو شيء غريب أبدع فيه أنت وأنت رح تتميز فيه أو الشيء اللي أنت تحبه أحدهم أنك ذكرته فعلاً شيء أنت تحبه ومرتبط بتراثنا وموروثنا الثقافية والله الحمد داخل دولة الإمارات ما حسيت تتغير في شخصيتك؟ أو السمات التي أكتسبها وساعدتها على التقدم في الحياة؟ والله ليس بالسمات التي تغيرت بل أشياء ومعلومات إضافتني التي تعلمت التاريخ بشكل جداً كبير وما كنت تعرف هذا الشيء من قبل صحيح طبعاً أحمد نبه نعرف الداعم الأول والأساسي لأحمد المطوع؟ من الذي كان يشجعك دائماً؟ سواء من بداياتك إلى هذه المرحلة؟ أول شيء الله يطوي بعمر اللهل الله يحفظ والصدقائي والحكومة والأشيوخ مع الشارجة للتراث كذلك الذي دعمونا في بداية مسيرتي في إنشاء أول متحف شكراً لهم جميع المجتمع بشكل عام دعموني كذلك خلال مسيرتي من فقط في هذا الجانب فأشكر أنا كل شخص فرداً فرداً على كل كلمة طيبة قالها كل دعم قدمه أو كل شي قدمه لي بشكل خاص صحيح أحمد قلتك تسبت صفات أو ما غيرت صفاتك زادت لك على هذه الصفات؟ ما الأفاق التي تفتحت لك بعد دخولك في هذا المجال؟ أو بعد إن شاء الله افتتاح المتحف بالشكل الرسمي ما الأشياء الثانية التي في بالك أو المخططات الأخرى التي تريدها؟ والله أنا راح يعني المخططات التي في هذا الجانب أنا راح أذكرها إن شاء الله هنا يكون متحف ذكي بشكل كامل إن شاء الله وفي أكثر مكان في الدولة إن شاء الله إن شاء الله إلا راح ندخلها في خرفكان صحيح المتحف؟ والذي تمتح في البداية نعم كان في خرفكان صحيح وبعدين يعني ناوي إن شاء الله تفتح في إيمارة إن شاء الله نعم إن شاء الله يكون في المجيرة إن شاء الله إن شاء الله هل راح نشوف مثلا هناك دورات يقدمها أحمد المطوع في مجال تدوين أو قطناء العملات جمع المستندات والوثاق وكيف أن هذه قصة النجاح تمثلت للواقع نحن هذا شيء حصل بالفعل سوينا عدد دبرات تتكلم عن تاريخ ذكريات الإمارات تاريخ عملات الإمارات كذلك التي استعملت فحصل هذا الشيء وكذلك سيصال كذلك في المستقبل إن شاء الله أحمد أكيد نتمنى لك كل التوفيق